القصة كيف يتم اتخاذ القرار هاني شاك يرجع في كلام ممرتين يا ترى مين اللي ضغط عليه يا ترى ازاي القرار ده اتاخد ولا علاقة تلانة بالمهرجانات بس احنا بنقول لك دي الحدوثة الاولى عشان تعرف المطبخ القرار في مصر بيتاخد ازاي القصة التانية بقى نروح للكورة الزمالك ازمة تانية خالص الزمالك الحقيقة تذاكر الزمالك اولا السؤال مين اللي خاد قرار بنقل ماتش الاهلي والزمالك في السوبر المصري كده هتقول لي معلش طب ما هو ريال مدريد وبرشورونة لعبه في البتاع في الدوحة زي ما مصطفى بيقول هقول لك ان القرار بتاع ريال مدريد وبرشورونة او يعني اي حاجة اتنقلت للدوحة القرار ده يرجع للناديين فقط لغير ما فهوش سياسة اسبانيا دولة مكشوفة قوي كده لكن عندنا احنا تقعد تسأل السؤال يا ترى وزير الشباب الرادة لو علاقة بالقصة دي يا ترى السيسي لو علاقة بالقصة دي في مصر العريضة انها تحضر ماتش زي ده ادي التغريدات اهي هاشتاج تذاكر الزمالك فين يا امارات ده هاشتاج من بتوع الزمالك وبدأوا يكتبوا ادي سارة هي جماهير الزمالك فين يعني الحمالات اللي معمولة عشان يتزاكر تبع ليه اصلا نوصل مرحلة دي تفوقنا في ماتش السوبر الافريقي سبعين في المائة منه كان بسبب الدعم الجماهيري وتفوقنا على جميع الترجي عدديا قدامكم مسؤولية كبيرة اتمنى ان تكونوا قدها وقادي الاخ متحة العدل الشعر الكبير بيقولك التذاكر تم شرع من قبل محب لاحد الاندية العربية حضرت السوبر الذي يفوزنا فيه ورأيت جمهير الزمالك تملع عين الشمس وهم ليسوا بحاجة لمن يدفعهم للحضور ببساطة لا يجدون التذاكر التي بيعت بالفعل المباراة خارج المستطيل الاخدر واحد تاني اهو بيقول جمهور الزمالك عمل لهم رعب بعد ما شفوه في الدوحة ومطار القارة حتى لا يخسر الننس بعد الاداء العالي والمحترم تم حرمان جمهور الزمالك من الحضور ربنا كبير وحاس بي الله ونعم الوكيل في كل من يريد هدم الزمالك واستقراره وحرمان الجمهور العظيمة من الفرحة بناديها تذاكر الزمالك فين يا امارات خالد بيقول اصول الكل اللي ما يلاقيش تذاكر يجمعوا عند الاستاد ويهتفوا لغاية ما يدخلوهم تذاكر الزمالك فين يعني كان فيه قطل مفاجئ لتذاكر الزمالك بس لانه ده حد كان بيقول اهو السهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لمباراة السوبر مصري تم عمل اكتر من تجربة لموقع حجز تذاكر مباراة السوبر وكل الشيء على مرام وتذاكر مخصصة لجمهور الزمالك او شكت على الانتهاء ستين بيقول لك طب القانون المالي النظيف اتعمل في اوروبا عشان يحجم اشباه الشوال والشكلته لكن في الماما افريقيا فاهلا بالاموال يعني الحقيقة ده ده الحقيقة اللي قالوه جمهور الزمالك على فكرة التذاكر وبيع التذاكر لكن طلع محمد مرتضى منصور وقال تذاكر المباراة موجودة وما فيش مشاكل فيها خالص وليس هناك مشاكل في الحجز اذا الحكاية خارج المستطيل اغدر او زي ما قال متحة العدل القصة خارج المستطيل اغدر مين اهو ده اللي بيقول لك متحة العدل وانا معاها فعلا ان التذاكر التي بيقى المباراة خارج المستطيل اغدر اللعب الطبيخ برا الباميا برا العب برا انما مفيش كورة مين قال اصلا متش يتلعب هناك عشان اصطعاله هيقول لك اصطعامة قالوا الجمهور والجمهور مش عارف ايه يا راجل السوبر المصري هل تؤثر اسعار على امتلاء مدرجات الزمالك يا راجل وده سؤال سؤالك ده غريب جدا يا راجل ومين اصلا لروح الامارات غير اللي قاعدين في الامارات او في الخليج او في السوداء او السعودية او الدوحة بس لا الدوحة لا الدوحة في حصار يعني جمهور الزمالك اللي موجود في السعودية فقط اللي موجود قصدي في الامارات او السعودية فقط لا غير انما جمهور الزمالك اللي في مبابة جمهور الزمالك اللي في ملاوي جمهور الزمالك اللي في المنصورة جمهور الزمالك اللي في ميت عقبة مقر الزمالك ملوش مش هيحضر يحضر ليه ما احنا عايزين نفسط ولي العهد احنا تحت أمر محمد بن زايد احنا عايزين نسليه يحضر أحلى ماتش وأقدم ماتش في تاريخ الكرة العربية الأهل والزمالك اللي غنت لهم الست صباح يحضروا ولي العهد يجيلوا لحد بيته ولو عايزين نلعب في أسره كلا ما السيسي خدام إيه القضية يبقى السؤال في القصة التانية زي القصة الأولى مين اللي خد القرار كيف يتم صناعة القرار في مصر عن إيه لك بقى على القصة التالتة إيه اللي ليه هدعوا بكورة مباراة الأهلي مباراة ساندونز في استاذ القاهرة بحضور تلاتين ألف مشجع الله يعني نقدر نعمل ماتش السوبر برضو هو مدى الأهلي وساندونز بيلعبوا في استاذ القاهرة بس فين القصة هنا فين العقدة أقول لك العقدة فين العقدة أنه الأهلي طلب يلعب ماتش ساندونز والأمن رفض رسميا الأمن يرفض طلب مواجهة طلب الأهلي مواجهة ساندونز على استاذ القاهرة ده الكلام ده كان يوم خمستاشر اتنين لا كبر الشاشة الأول على ده يوم خمستاشر اتنين اللي هو الشهر ده برضو زي هاني شاكر بالزبط ما هو هاني شاكر الشهر ده وافق على أن بتعمل مهرجانات ينضموا للنقابة والشهر ده برضو غير رأيه بس القرار ده الأمن رفض طلب الأهلي يوم خمستاشر اتنين كبر دي كبر دي يوم خمستاشر اتنين الأمن رفض طلب الأهلي بأنه يلعب مع ساندونز في استاذ القاهرة ده يوم خمستاشر اتنين الشهر ده زي هاني شاكر بالزبط آدي هاني شاكر بقولك تطالا ما قناتنا احنا بنسألك انت مين اللي بياخد القرار يا هاني احنا لانه دافع عن اغاني مهرجانات او غير مهرجانات لا اعتقد لنا ولا حد من الزملاء بيدافع عن اغاني مهرجانات احنا السؤال كيف يتم اتخاذ القرار ازاي خدته قرار وانت يا نفسك يا هاني لازم تكشف ازاي قلت لأ اه لأ بس وده السؤال ايه اللي حصل سخنت برت كنت عيان وفقت شربت حاجة صفرة ده السؤال لكن تمنع تأمن تحر نرجع للأهلي الامن رفض طلب الاهلي يوم 15-2 انه يلعب على السادق قارة بحجة الامن حجة ان احنا مش هنعرف نأمن والخبر قدام حضراتكو حالا دلوقت يلعب الخبر يا علي برضو ده علي نو يحرقني نهار ده على كل حال مش مشكلة بدل ما علي يحرقني او مصطفى يحرقني خلينا في الخبر ده في النص ده اهو الامن رسميا يرفض طلب مواجهة الاهلي ساندونز على السادق قارة يوم 15-2 الشهر ده زي هني شاكل بزبط جاء النهار ده بقى قالك ايه لا بقصه بقى ماتش الاهلي والساندونز في السادق قارة بحضور 30 الف مشجع يا حضرات في الدول المستبدة والانظمة العسكرية حط بقى الاتنين جنب بعض كده عشان تفرجنا على كيف يصنع القرار في مصر 15-2 الامن يرفض الاهلي يلعب مع ساندونز في السادق قارة النهار ده النهار ده الامن نهار ده في شارع 2 برضو الامن موافق بحضور كمان 30 الف في الانظمة العسكرية المستبدة الديكتاتورية بيحصل ده عادي جدا الساعة 8 بالليل يوم 1 مايو سنة 1945 فجأة الالمان صحيوا على خبر بيقول الخبر بيقول سقط في سبيل الالمانيا عصر اليوم قائدنا قائدنا اوديلف هيتلر الذي ظل حتى الرمق الاخير في مقر القيادة يدافع عن المانيا يوم 1 مايو راديو هامبرج الساعة 8 بالليل بيقول سقط عصر اليوم قائدنا اوديلف هيتلر الذي ظل حتى الرمق الاخير في مقر المستشارية يدافع عن الرايخ لكن المؤرخين بعد كده يا حضرات اكتشفوا ان هيتلر مات قبلها بيوم هيتلر مات يوم 30 ابريل وكان يوم 30 ابريل ده عشقته او مراته اخرت السم وهو اطلق على نفس الرصاص على صدغ الايمن من مسدس 7 ملي وكانت الجستين جنب بعض لموهم وحرقوهم ويوم 30 لم يبقى اثر لجستين هيتلر ومراته يوم 30 ابريل 45 حتى انه رفاقه اللي كانوا موجودين ومنهم جوبلز لم يشاهد مشهد حرق الجستة بالكامل لان كانت السواريخ الروسية بتدب فيهم على المقر ده فهربوا اذا هيتلر مات مش عصر يوم 1 مايو ولا مات حتى الرمق الاخير بيدافع عن المستشارية ده انتحر لكن فضل الالمان الحقيقة الكيزبا دي فضلت وقت كبير جدا لحد ما سقط النظام كله واكد المؤرخين ان حتى راديو هامبر كان بيجدب حضرات الخلاصة في الدول المستبدة والانظمة المستبدة محدش بيعرف القرار بيتاخد ازاي في البلد دي زي نظام السيسي هو نظفت نظام هتلر ما تعرفش القرار بيتاخد ازاي بس انت فجأة بتلاقي المصيبة نزلت فوق دماغك كده سواء المصيبة دي كانت اسعار او مية او قرار رسوم او مباراة او حتى اغنية في دولة الاخ الكبير او دولة السيسي او دولة هتلر انت مش من حقك تعرف ولا تفهم اي حاجة اشتركوا في القناة